الله أكبر عليهم حسبي الله ونعم الوكيل بيهم الله يأخذهم إلى جهنم وبئس المصير وملف في اليوم عاد من جديد إلى الواجهة وهو رسالة إلى السيد السوداني عندما كان وزيرا للصناعة وكالة تحدث عن عمليات تهريب السكراب الجملة وأتذكر في حوار خاص أنا وسيد السوداني قال أقسى من تهريب النفط وتهريب السكراب عمليات تهريب الذهب من المطارات والمنافذ فأني رح أتحدث الآن بأرقام ومعلومات خطيرة أسى واحد اسمه العنبكي واحد اسمه يلقب نفسه جيكلاس ينزل فيديوهات عمي عمليات الذهب رجعت تهريبها من مطار بغداد والبصرة والنجف ومحافظات الإقليم على قدم وساق وعاد السيناريو بآلاف وعدي معلومات من مصادر مطلعة وقريبة وجزء منها برلمانيين إنه أكو أكثر من خمسين كيلو ذهب كان محتجز بسبب التهريب الآن قبل أيام تم إطلاقه إلى نفس المتنفذين الآن الموجودين بالمنصور وبزيونة اللي يدعرضون على مواقع التواصل الاجتماعي آلاف الكيلوات من الذهب أمام العراقيين بل يسلبون العراقيين بالأرقام هو كل الذهب داخل تهريب ناهيكم عن تهريب السكراب بالإترايلات لا تحتاج رئيس الوزراء إلا أن تنصب كاميرا باتجاه الخالص وتشوف آلاف الإترايلات اللي تطلع باتجاه ديالة وصلاح الدين مرورا إلى الإقليم آلاف الشاحنات من النفط الخام وآلاف الشاحنات المحملة دبل من السكراب وما بقون حديدة واليومك هذا البصرة الحديد والصلب إلى الآن مقفل لا يعمل لأن سكرابنا كله دا يروح للإقليم فأكو معلومات خطيرة عن تهريب مستمر من مطار بغداد ومطار البصرة والنجف تهريب الذهب بس إن شاء الله اعتبروا أخبار أبلاغ بل كي أحد يسمعنا وذولة كان واحد موجودين بالمنصور هم اللي مسيطرين على التهريب واحد من عدهم كان مدير العلاقات الخارجية مدير الخدمة الخارجية معرف مطار بغداد اللي موجود الآن بالسجن اسمه أمير اعترف على أنه مسوي لهذا أبو جي كلاس وللعنبكي مسوي لهم 32 أو 38 نداء في آي بي بدون كيناي من سيارته إلى الطيارة هو وجنطه السلام عليكم